السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ابنائي وابناتي تنميز المرحلة الابتدائية الصف الاول الابتدائي اهلا بيكون في القوة جديد معنا في مادتنا الجميلة اللغة العربية النهاردة هنتكلم عن درس مهم جدا جدا لان احنا نكون عارفينه لان بيقابلنا كتير قوي واحنا بنستخدم الدمائر ان احنا نقول هذا او هذه بنستخدم هذا للمذكر وهذه للمؤنس هو او هي بنستخدم هو للمذكر ونستخدم هي للمؤنس انت انت بنستخدم انت للمذكر انت للمؤنس طب احنا لازم نعرف يعني ايه المؤنس ويعني ايه المذكر وايه الفرق بينه انا عارفة ان احنا كلنا شطار وعارفين وميسألت لنا قبل كده يعني ايه المؤنس ويعني ايه المذكر بس اتعالوا نعرف اكتر ايه الفرق بينه وناخد تدريبات أكتر عليهم تعالوا معي كده في مشروط رقم واحد اقرأ ولاحظ مش هنعمل أي حاجة غير أننا هنقرأ كويس هنركز في الصورة اللي موجودة قدامي في الكلمات اللي موجودة عندي صورة بنت هنا وعندي كلمة مؤنس عندي أول كلمة أم بعدها ظرافة قصة كل دي كلمات يطلق عليها مؤنس الأم مؤنس علشان هي بنت أو ست ما ينفعش تبقى مذكر الظرافة رغم أنه حيوان وليس عاقل ولكن مؤنس القصة حتى القصة اللي بنقرأها غير عاقل برضو وهي مؤنسة يبقى أول نقطة أن المذكر والمؤنس بيبقى على عاقل وغير العاقل يعني عاقل أنه هو ناس زينا بني أدمين عندهم مخ غير عاقل زي الحيوانات أو الجماد أو النبات عندنا هنا صورة ولد ومكتوب كلمة مذكر عندنا كلمة جد في الكتاب بتهيلي كده احنا فهمنا أكتر شوية إيه هو المذكر وإيه هو المؤنس تعالوا في نشاط رقم اتنين نلون المذكر بالأزرق والمؤنس بالأحمر طبعا الولد بيحب اللون الأزرق والبنت بتحب اللون الأحمر تعالوا نشوف الصور واسمعكوا كده وانتوا بتقولولي نلون بأني لون أول صورة عندي صورة ولد هنلونه ازاي يا ميس؟ هنلونه بالأزرق برافو عندنا بطة بطة هنلونه بالأحمر عندنا كرة هنلونها بالأحمر عندنا وردة هنلونها بالأحمر عشان هي مؤنس عندنا قلم هنلونه بالأزرق علشان هو مذكر عندنا أسد هنلونه بالأزرق علشان هم مذكر فهمنا اكتر شوية الفرق بين المؤنس والمذكر تعالوا نتعمق اكتر فيه نشاط تلاتة ارسم الولد وجه الولد ده تحت المذكر والبنت تحت المؤنس تعالوا نشوفه نقرأ الكلمات كويس قوي واسمعوني وانا بقرأ الكلمات اول كلمة عندي اسم هند 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 دي بنت يبقى هنرسم تحتها هنا وجه بنت تاني كلمة عندي مهندس 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 وليس مهندسة يبقى هنرسم وجه ولد مذكر تالت كلمة عندي طبيب طبيب هنرسم وجه ولد لانه مذكر رابع كلمة معلمة 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 هنرسم وجه بنت علشان هنا كلمة معلمة مؤنس عندنا نخلة نخلة هنرسم وجه بنت عشان هي مؤنس هنرسم 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 وجه ولد علشان مذكر عندنا ورقة ورقة هنا هنرسم وجه ولد وجه بنت علشان هي مؤنس عرفنا هنا اكتر برضو شوية نفرق ازاي بين المؤنس وبين المذكر تعالوا معي في التدريبات الليورة ازاي بقى نحول المذكر لمؤنس والعكس والمؤنس لمذكر يعني ازاي بقى عندنا حاجة مذكرة نحولها لمؤنس وازاي بقى عندنا حاجة مؤنسة نحولها لمذكر نشاط رقم 4 بيقول حول المذكر إلى مؤنس والمؤنس إلى مذكر تعالوا معي انا عارفة ان انتو تخضيتوا دلوقتي الكلمة صعبة بالنسبة لكم بس ما فيش حاجة صعبة تعالوا نحول ونشوف أول كلمة عندي كلمة طفل عايزة عملها مؤنس هتوبقى إيه؟ هتوبقى طفلة هنكتب تحت طفلة هنضيف تاق مربوطة تاني كلمة عندي كلمة صغيرة صغيرة دي مؤنس عايزين نحاولها للمذكر هنشيل التاق المربوطة هتوبقى صغير صغير تالت كلمة عندي عندي كلمة كبير كبير دي مؤنس بقول على راجل أو على ولد إن هو كبير عايزة حاولها كلمة كبير دي قصدي مذكر باعتذر قصدي مذكر بقول على ولد كبير أو رجل كبير عايزة حاولها للمؤنس هقول كبيرة 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 هضيف تاق مربوطة في الآخر عندي كلمة طبيبة دي كلمة مؤنسة عايزة أحاولها للمذكر هشيل التاق المربوطة هقول طبيب طبيب برضو هنا عرفنا أكتر إزاي إن احنا نحول الكلمة من مذكر لمؤنس وإيه اللي بيفرقهم عن بعض التاق المربوطة طيب نشاط رقم خمسة اكتب الكلمة في العمود المناسب عندي هنا ولد واقف ماسك من مذكر هنكتب الكلمات المذكرة الموجودة هنا وبنت مسكة الكلمات المؤنسة هنكتب الكلمات المؤنسة تعالوا نقرأ الكلمات الموجودة أول كلمة عندي كلمة أسد طبعا الولد هياخدها عنده هنكتبها في المذكر تاني كلمة عندي كلمة طفلة البنت هتاخدها عندها كلمة رجل مذكر الولد هياخدها كلمة أم مؤنس البنت هتاخدها طفل مذكر الولد هياخدها زرافة مؤنس البنت هتاخدها آخر نشاط عندي حول الجملة من مؤنس إلى مذكر الكلمات هي الجملة هنا عندي وإحنا قلنا جملة يعني تتكون من كلمتين جملة يعني تتكون من كلمتين الجملة هنا عندي مؤنسة كلها هنزق إزاي نحولها لمذكر هنكمل الكلمة النقص بنت تلعب ولد يلعب قطة تجري كلب يجري أم تطبخ أب يطبخ بكده نكون عرفنا أكتر يعني إيه المؤنس المذكر إزاي نحول الجملة من مؤنس لمذكر وإزاي نحول الكلمة من مذكر لمؤنس ومن مؤنس لمذكر يارب يكون الدرس النهاردة كان سهل بالنسبة لكم وستوعبته وإلى اللقاء مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر